هم لقطة هتكون موجودة في الحلقة التاسعة معانا من مسلسل وطر حساس هي ان ليلة وسلمة هيتأكدوا ان مازم فعلا عمل كده في فرح هيتأكدوا بطريقة مباشرة طبعا وهيعرفوا فعلا ان هو فعلا كان بيقابلها وهيتأكدوا بنفسهم وهيعرفوا ان البنت ما بتقولش اي كلامه خلاص وان اخوها عنده حق ان هو يعمل اكتر من كده كمان وهيتأكدوا هتبقى وهيبقى الموضوع قلب السحر على السحر بعد ما كان مازم محموق ان ليلة راحت لعبدالرحمن البيت عشان خاطر بس تكون عندهم سقاعة بالبشاميل عرفت طبعا ان هو راح مع فرح يامة البيت وعمل معها اكتر من كده بكتير وهنا هتكون المواجهة الكبيرة ما بينهم وهتكون كمان المواجهة طبعا الحرب البردة اللي شغالة ما بين كاميليا وما بين سلمة هتتحول كمان ان هتكون معهم ما بين ليلة وسلمة والدد طبعا كاميليا ومازن هنا اخ والاخت والدد طبعا الاختين وهنشوف الموضوع هيتحول من ولاة خالة هيتحول لإيه هيتحول لعداوة وطبعا هنا كلام ده كله هيكون طبعا بعد الجواز اللي هيحصل دي تاني نقطة هتكون مهمة جدا الجواز اللي هيحصل في السر ما بين رشيد وطبعا ده هتكون الكمبيلة اللي هي بتحضرها سلمة عشان خاطر تنتقم من كاميليا على كل اللي هي عملته زمان وزي ما انتي عملت فيها زمان كده انا كمان هاخد جوزك وعيالك وزي ما انتي زمان حزنتيني على موت جوزي انا كمان هعمل فيك كده هو وطبعا هنا كاميليا لسه لسه ما صحتش من النوم وما ادركتش ان هي ان سلمة بنت خليتها اللي هي بتخليها تصالحها على جوزها رشيد هي نفسها اللي بتحاول تخطفه وهي دي اللي هو بيخونها معاها وطبعا هنا الموضوع لسه جاي فيه احداث كتير جدا لان الحرب شغالة لكن كمان الخطة اللي من حلقتين اتقال عليها ما بين رغضة وكاميليا هتتزي تنفز ان هم يحطوله جي بي اس وطبعا هنا اللي حصلت ما بينهم واضح ان هي حطيت له في جيبه جي بي اس عشان خاطر تمشي وراه وتعرف هو بيقابل مين وهنا هتكون الصدمة الكبيرة ان هو هي طبعا هتعرف ان هو بيقابل سلمة وان هي بتحبه وان هو بيحبها وبجأة كمان ممكن تكون بعد جوازهم بعد جواز سلمة ورشيد عشان خاطر كاميليا تبقى خدت اول قلم على عينيها من سلمة ده بعد الالام الصغيرة اللي خدتها لما راحت زرت فيها وقالت لابوها ان هي بتخطف الزباين من مكتبه طبعا ابو كاميليا ساعتها قلب على كاميليا ومن ساعتها هو مش ضيقها وبيعملها معاملة وحشة جدا وطردها من المكتب لكن دي حاجات صغيرة في النص دي ما ترتقيش للحاجات الكبيرة اللي هي عملتها زمان كاميليا في سلمة وسلمة طبعا عمالة تحضل لها وتخطط لها وهنشوف دماغ سلمة فيها ايه لكن لكن كمان وليد فوز هيكون ليه دور كبير جدا لان طبعا كاميليا بعد ما هو حاول يسجل لها في العربية وهي كشفته وجري منها هتحاول تعرف هو كان بيسجل لها عشان بس يمسك عليها زلة زي ما هي مسكة عليه زدوا بيها ولا هيكون تهور وراح حكا لسلمة وهنا هتبتدي فعلا شكوك ان هي تيجي في دماغ خالص ده هيكون بس حارب ما بين اتنين سلمة وكاميليا الموضوع هيكون في جريمة وهيعملنا لكم حلقة هنا وقلنا لكم الموضوع هيكون في جريمة وهيكون في متهمين والمتهمين هيكون كل اللي في المسلسل دول اتفرجوا هنا على الفيديو اللي احنا عاملينه عن الحلقة الاخيرة اتفرجوا عشان تعرفوا الكريمة هيكون مين اللي هيموت ومين اللي هيكون المتهمين فيه وده لسه هيحصل في وقت لاحق من المسلسل المسلسل اللي بيمتد الخمسة واربعين حلقة هنشوف ان اقرأ مش قادر يقتنع ان هو يفسخ الخطوبة من سلمة بعد مجات المكتب وقالت له وهيحاول ان هو يدور هي بتحب مين هو كمان لان هو شاكك ان في حد تاني وده قال له لها مبارح لما جات قالت له فطبعا هنتدي نشوف ان هو بيدور برضو وراها وان هو عايز يعرف مينه طبعا هتكون صدمة عمرو لما يعرف ان رشيد هو خطف منه سلمة وان رشيد صاحب عمرو وشريكه في الشركة وده هيأثر على الشركة كتير جدا هيأثر على الشراكة اللي ما بينهم كتير جدا وهيأثر كمان على الصداقة اللي ما بينهم كتير جدا هنشوف ان داليا لسه في سراع مع سلمة ولسه في سراع مع العيلة ولسه في سراع مع معتقداتها. وهنشوف ان داليا عن يوم عمالة تكره في سلمة وعمال البعد ما بينهم يزيد اكتر واكتر ده بعد ما شافت ان رشيد جاي لها في الحلقة بتاعتين بارح لحد عندها طبعا عين عينك ومستنيها وهي نزل له في وسطان صهرة عشان يروحوا يصهروا مع بعض وطبعا هنا بالنسبة لها سلمة هي رمز للحلال ورمز لكل حاجة وحشة فهي شايفة طبعا ان هي بتأكد كلامها باللي بيحصل دوت وازاي سايبة بنتك نايمة ونزلت رهاري مع جوز بنت خالتك تحصل تاني مواجهة ما بين داليا وما بين سلمة ومواجهة تكون اشرس من الاول وبرضو هتقرر الكلام القديم